المترجم للقناة أهلا بكم في نشرة أخبار يقدمها لكم علي الموسى والبداية مع أبرز العناوي المجلس الأعلى للقضاء يقرر وقف سبعة قضاة عن العمل ويحيلهم إلى التحقيق هذا الأمر وجده خطوة باتجاه الصحيح وسوف نتابع جميع الإجراءات العدساني متفاعلا مع قرارات حكومية سحب الوثيقة الاقتصادية خطوة صحيحة قانون الاحتراف والإستثمار الرياضية يعبر بوابة الشباب والرياضة البرلمانية خطة لافتتاح مئتي مدرسة خلال خمس سنوات والعام الدراسي المقبل عن بعد الفارس تتسلم تقرير تكويت العقود وتوصياته تدخل حيزة تنفيذ الشهر المقبل بناء على تعليمات صحية منع دخول المودعين والمستقبلين إلى مباني المطار وفي النشر قرار مرتقب بتمديد الإقامات وزيارات المنتهية لثلاثة شهور تلقى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رسالة من الملك الرابع لمملكة بوتان جاغمي سانجي وانكتشوك اطمأن خلالها على صحة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد متمنيا له دوام الصحة والعافية هذا وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد برسالة شكر جوابية عرب فيها عن شكره على ما أبدأه من طيب المشاعر وصادق التمنيات راجيا سموه له موفور الصحة والعافية في تفعيل سريع للتوجيهات السامية الصادرة من سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وفي تطبيق مباشر للتطهير الذاتي من القضاء لأي شوائب قرر المجلس الأعلى للقضاء إيقاف سبعة قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق للاشباه بتعاملات لهم مع شبكة المتهم الإيراني فؤاد صالحي وينضم إلينا هنا في الأستوديو رئيس تحرير جريدة الراي الأستاذ وليد جاسم الجاسم الرحل فيك أبو خالد بداية أبو خالد يعني شلون تشوف الخبر اللي بثته الراي بشأن إحالة المجلس الأعلى للقضاء لعدد من القضاء إلى التحقيق وإيقافهم عن العمل بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هو القرار بالغ الأهمية وبالغ الرقي ويستحق الكثير من التقدير والاحترام قبل ما أدخل فيه يعني أنا أحب أن نوح النقطة أن حاليا سمو نائب الأمير هو رئيس كل السلطات الدستورية في البلاد وذلك حتى عودت والدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مشافة معافة بإذن الله وبالتالي لا مشاحة في القول بتوافق المؤسسات الدستورية على تنفيذ توجيهات سمو لأنني أنا لاحظت بعض التغريدات والكلام اللي ما هو واقعي شوي يشطح شطحات أعتقد تستحق يعني تثبيت هذه النقطة فبالتالي المؤسسات الكويتية كلها متوافقة على تنفيذ توجيهات وتوصيات والاتجاهات التي يوصي بها سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نوافل أحمد حفظه الله ورعاه وكلنا مطالبون بمختلف مواقعنا بأن نكون على قدر المسؤولية وعلى قدر التوجيه في هذه الجزئية هذا موضوع ننتهي مننا الأمر اللي يخص قرار المجلس الأعلى للقضاء فعلا حطينا عنوان القضاء يشمخ بقراراته وهو قرار شامخ بالفعل وعالي ورفيع أن يتخذ مجلس القضاء مثل هذا القرار ويعتمد منهج التصفية الذاتية أو التنقية الذاتية أو التطهير الذاتي للقضاء هذا اللي نسمعه دائما من القانونيين ما لازم طرف خارجي يتدخل في أعمال هذه المؤسسة لأن عملها بالغ الحساسية والأهمية وهي من يثبت أركان دولة القانون والمؤسسات وبالتالي ما يخص هذه المؤسسة تتخذ قرارات المؤسسة ذاتها وإذا اتخذت مثل هذه القرارات دورنا أن نحييها ونشد على أيدي الأخوة في مجلس القضاء لهذا الموقف الشجاع والكريم طبعا لازم نأكد أن مثل هذه الإحالات للتحقيق هي مبنية على شبهات وليس على اتهامات دامغة لم تصدر أحكام وبالتالي المتهم بريء حتى تثبت إدانته لكن المسألة الجميلة أن اليوم في الكويت قاعدين نشوف شيخ تحت المسائلة ضابط كبير تحت المسائلة وزير تحت المسائلة واليوم قضعت فمن حقنا نفتخر ونزهو بمثل هذه القفزة سمو نائب الأمير في كلمة اللي وجهها المواطنين يوم الأحد أكد على مسألة اجتثاث الفساد وأنا يمكن من نفس هذا المنبر عشية تلك الكلمة الجميلة الرائعة العميقة نوحت إلى أن اجتثاث الفساد بعد أكبر بكثير من مجرد محاسبة الفاسدين محاسبة الفاسدين أمر والاجتثاث أمر والمسارين متلازمين هذا لا يؤثر على هذا وهذا لا يمنع هذا لكن الاجتثاث إن شاء الله سيخفف الفساد إلى الحد الأدنى توقعاتك أبو خالد هل سنرى خطوات مماثلة في أماكن أخرى غير القضاء نحن رأينا في عدة جهات غير القضاء وإذا وصل مثل يعني هذا الأمر إلى القضاء بسمو مكانته ورفعته وهو يتخذ مثل هذه القرارات التي تخص وتخص المنتسبين إلى هذا الجسد بالتأكيد لا توجد جهة محمية من مثل هذا الإجراء وهذا ما أكد أيضا عليه سمو نائب الأمير لما قال المخطئ يتحمل مسؤوليته ولا حمايته لفاسد يمكن ذاك اليوم علي إحنا بختام الكلام ختمت بإني متفائل وخلونا نعطي روحنا فرصة ونسعد بما لدينا المتابع لما حدث خلال الأيام الماضية من حقه أن يتفائل وأنا عن نفسي ازداد تفائلي ولن أتخلى عن التفائل أبدا في هذا البلد الجميل مهما يعني كان فينا عيق غربان تحب بالتشاؤم والسواد لازم يكون في نقطة ضوء لازم ما نسمح بأن نستسلم إلى حالة كره الوطن أو التقليل من شيء لا فيه أخطاء ولكن فيه جهود مبذولة ترفعنا إن شاء الله إلى الأمام وكلنا ثقة بسمو نائب الأمير والخط الذي ينتهي نعم أبو خالد أخيرا من عكاس هذا الإجراء على القضاء وعلى الكويت كدولة ما يكون عكاس إن شاء الله إلا إيجابي فيه ناس يعني كانت تتخوف أن يكون له عكاس سلبي أو لا بالعكس بالعكس أنا لما أشوف المؤسسة الأمنية تحاسب أبنائها أثق فيها أكثر ولما أشوف المؤسسة القضائية تحاسب أبنائها أثق فيها أكثر ولما أشوف يعني كل مؤسسة لما تحاسب المخطئ فيها أو حتى من هو في موضوع الشبهة تنبهى أو تتحقق من أمره هذا أمر إيجابي جدا وجميل جدا وأعتقد أن عكاساتها تكون ممتازة في المستقبل القريب وكلنا تفائل إن شاء الله وثقة بالقادم من الأيام بإذن الله شكرا لك رئيس تحرير جريدة الرائل أستاذ وليد جاسم الجاسم حياك الله شكرا تفاعلا مع قرارات مجلس الوزراء أمس وصف النائب رياض العتساني في تصريح لها اليوم قرار سحب الوثيقة الاقتصادية وإحالتها إلى فريق لدراستها وإعادة صياغتها بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح مؤكدا متابعة جميع الإجراءات والقرارات الخاصة بالوثيقة التي جمدت مشددا على أنها لم تكن مجرد أفكار إنما قرارات هذا الأمر وأكده خطوة باتجاه الصحيح وسوف نتابع جميع الإجراءات والأكدنا في جميع الاستجابات التي قدمتها لوزير المالية عدم المساس في جيوب المواطنين ولا في مكتسباتهم وحقوقهم وبرواتبهم الوثيقة الاقتصادية التي مست جيوب المواطنين وأيضا المساس في قوتهم ومكتسباتهم ورفع الأسعار من كهرباء وماء وبانزين وقرار الضرائب وكذلك تجميد جميع الزيادات والعلاوات السنوية للموظفين ما هي إلا وثيقة دمار فبالتالي القرار الذي يصدر من مجلس الوزراء هو قرار كما أكد بالتجاه الصحيح وسوف نتابع جميع الإجراءات في هذا الشأن لا نقبل اليوم معالجة الخلل عن طريق جيوب المواطنين إنما أكد مجلس الوزراء في معالجة الهدر والمصاريف وكذلك محاربة الفساد ويجب التعاون على هذا الأمر ولا يتم المساس في قوت ورواتب ومكتسبات وحقوق المواطنين هذا الأمر بالنسبة لي خط أحمر فيجب معالجة جميع الاختلالات بعيدا عن المواطنين كذلك أكدوا أن الوثيقة مراجعة جميع الإجراءات والقرارات أي أن الوثيقة هي وثيقة حقيقية لا تعتبر رؤى وأفكار إنما هي قرارات إلى ذلك أكدت النائب صفاء الهاشم أن معالجة تداعيات فيروس كورونا واضحة والحل موجود وهو حزمة أصلاحا اقتصادية وتقلص المصرفات مشيرة إلى ضرورة أن يكون وزير المالية عينا ثانية في ظهر رئيس مجلس الوزراء وتساءلت الهاشم لماذا يشكل مجلس الوزراء فريقا لتولي تشخيص المسجدات التي طرأت بسبب فيروس كورونا مضيفة ما هي وظيفة وزير المالية والجيش الذي يرافقه اليوم المفروض كان اجتماعنا التاسع عشر منعقد ليوم الثلاثة الموافق 25 أغسطس للمتابعة بعد قرار مجلس الأمة في جلسته الأخيرة أن الوزير طلب سحب مشروع القانون الخاص بالإذن للحكومة بعقد قرض عام أو الدين العام وقال نبنرجع لمدة سبوعين مع اللجنة عشان أقدر أقدم خطة إصلاحية واضحة وتبرير مقنع ليش نبي عشرين مليار قيمة الدين أو قيمة القرض لآخر لحظة واعتذر الوزير وفي النشاط البرلماني انتهت لجنة الشباب والرياضة خلال اجتماعها اليوم من التصويت على مشروع بقانون في شأن الرياضة فيما يتعلق بالاستثمار والاحتراف الرياضي وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل إن اللجنة بصدد كتابة تكريرها حول القانون تمهيدا لإدراجه على جدوى لأعمال مجلس الأمة مشيرا إلى إدخال بعض التعديلات المتفق عليها مع اللجنة الأولمبية الكويتية وأصول موافقات الاتحادات المعنية ولله الحمد نزف هذا الخبر الآن السعيد للأخوة الرياضيين بأن القانون تمت الموافق عليه والآن في صدد كتابة التقرير ليدرج على جدول اجتماعات مجلس الأمة تمهيدا بإذن الله لإصدار القانون لن نتحدث عن تفاصيل القانون لأن سأكون لها وقتها لشرح القانون إنما المطمئن والأمر الزين في هذا القانون أنه حظي على موافقة كل الجهات المتعاطية في الرياضة من هيئة الرياضة إلى الاتحادات المعنية إلى اللجنة الأولمبية الكويتية نعتقد أن نحن سلكنا أفضل الطرق بالاعتماد على الأنظمة الموجودة في أوروبا واقتباس الأمور الجيدة والتي تصلح مع قانوننا منها وكذلك طبقنا كل معايير الشفافية والمعايير المتطلبة في الميثاق الأولمبي وكذلك القوانين السارية المحلية ونعتقد أن نحن كأعضاء لجنة راضين على شكل القانون ورح يكون عندنا كذلك فرصة أن ننشر القانون للإخوان المهتمين والصحف الرياضية والرياضيين والمحللين أرسلت الأمانة العمة لمجلس الأمة رسائل نصية إلى النواب لإختارهم بإجراء فحص الخلو من فيروس كورونا وذلك قبل نصف ساعة من جلسة طرح ثقة التي تعقد غدا وتأخذ عيونة دمنا قبل الجلسة للنواب للتأكد من خلوه من فيروس كورونا عن طريق الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة بجانب عيادة المجلس تسلمت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رانال فارس تقرير اللجنة المكلفة بتكويت العقود لاستثمار الكوادر الوطنية في الجهات التابعة لها وقالت الفارس إنه بعد الاطلع على التوصيات واعتمادها قمنا بالإعاز إلى الجهات التابعة لنا لإدخالها حيزة تنفيذة بموعد أقصىها شهر سبتمبر لضمان سمرار توفير المزيد من فرص العمل لكوادرنا الوطنية حكوميا أيضا ناقل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي أن لدى الوزارة خطة خلال السنوات الخمس المقبلة لفتح ما يقارب من مئتي مدرسة جديدة لافتا إلى أنه أمر يتطلب وجود مراقب ثاني لكل مرحلة تعليمية لسيما مع كثرة الأعمال والأعباء لدارية على المراقبين من جهة ثانية أصدر وزير التربية قرارا وزاريا يقضي بأن تكون الدراسة بجميع المراحل التعليمية المختلفة عن طريق التعليم عن بعد على أن يتم مراجعة القرار حسب المعطيات الصحية في شهر نوفمبر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 613 إصابة جديدة بمرض كورونا المسجدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى واحد وثمانين ألف وخمسمائة وثلاثة وسبعين حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم خمسمائة وتسعة عشرة حالة وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أن اليوم شفاء 477 إصابة ليبلغ مجموع عدد حالة الشفاء ثلاثا وسبعين ألفا واربعمائة وحالتين إثنتين من جهة ثانية علمت الرأي أن وزارة الصحة خاطبت ديوان الخدمة المدنية لاعتبار جميع موظفي وزارة الصحة الذين شاركوا في مواجهة جاحة كورونا منذ بدايتها في جميع المرافق التابعة للوزارة أو التي كانت تشرف عليها الوزارة من الفئات الأولى عالية الخطورة كونهم كانوا جميعا في الصفوف الأمامية وعرض لمخاطر الإصابة بالفيروس وكشفت مصادر مطلعة أن الوزارة خاطبت مجلس الوزراء بطلب تحديد آلية واشتراطات منح الوسام لترشيح الموظفين المستحقين لها مبينة أن الوزارة تنتظر إفادة ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء لإعداد كشوف الموظفين المستحقين للمكافأة والأوسمة قالت لدارة العامة للطيران المدني إنه بناء على تعليمات السلطة الصحية فقد تقرر منع دخول المودعين والمستقبلين لمباني مطار الكويت وذلك التزاما بالإسراطات الصحية وتطبيق التباعد الجسدي وعدم الانتظار والازحام داخل مباني المطار لمنع تفشي وباء كورونا مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب الإقامات المنتهية وكروت الزيارة من قبل وزارة الداخلية يوم الاثنين المقبل كشفت مصادر مطلعة لجريدة الرأي عن صدور قرار بتمديد المهلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من أول سبتمبر المقبل الخامة يراوح عند مساويات قياسية تابعونا بعد قليل في الصفحة الابتصادية اهلا بكم ما من جديد خفض سعر برميل النفط خفض الكويتي تسعة عشر سنتا ليبلغ خمسة وأربعين دولارا وأربعة عشر سنتا في تدولة يوم أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام برنتا جلسة التداول أمس مرتفعة عند ثمانية وسبعين سنتا لتسجل عند التسوية خمسة وأربعين دولارا وثلاثة عشر سنتا للبرميل السوبر الأوروبي في المجر التفاصيل بعد قليل في صفحتنا الرياضية اهلا بكم من جديد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن مباراة بطولة كأس السوبر الأوروبي بين بايرم يونيخ بطل دور أبطال أوروبا وأشبيليا حامل لقب الدور الأوروبي ستقام في بودابست عاصمة المجر أمام عدد محدود من الجماهير وستشهد المباراة التي ستقام في العاصمة المجرية في الرابع والعشرين من سبتمبر المقبل ما يصل إلى 30% من ساعة بوشكاش أرينا المستخدمة وسط إجراءات احترازية من انتشار فيروس كورونا من أجل دراسة تأثير المتفرجين بدقة على بروتوكول العودة إلى اللعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كشفت الشرطة بالعاصمة الفرنسية باريس أنها ألقت القبضة على 148 شخصا خلال أعمال شغب اندعل اندلعت عقب هزيمة باريس سان جرمان الفرنسي أمام بايرم يونيخ الألماني في نهاء دور أبطال أوروبا وخسر سان جرمان أمام بايرم يونيخ بهدف دون رد في المباراة النهائية للبطولة وعبد المشجعون الذين أثروا الشغب خيبة أملهم لهذه الخسارة وذلك خلال تجمعهم بالقرب من أساد بارك دوبرنس وكذلك بالقرب من قصر الأليزي وشهدت أعداث شغب مصادمة مع الشرطة حول الأساد واستخدمت شرطة الغاز المسيل للدموع ضد المحتشدين الذين اصطحبوا معهم الألعاب النارية وقام مثيروا الشغب بحرق بعض إطارات السيارات وحطموا النوافذ والمتاجر في شارع الشنزلزير إلى هنا وصلا معكم لنهاية نشرتنا لهذا اليوم وقبل الختام نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر أتريني دي دروب وعلى مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الرايتيوب في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة